ومن رام الله يلتحق بنا أستاذ العلوم السياسية بجامعة بيرزيت الدكتور سعد نمر أهلا وسهلا بك دكتور كيف تلقيتم القرار الأمريكي بنقل سفارة واشنطن إلى القدس مساء الخير صباح الخير يعني حقيقة الأمر أن القرار الأمريكي وإن كان خلال الأسبوع الماضي كان متوقعا عبر كل الرسائل التي كانت ترسل من قبل الجانب الأمريكي وبالرغم من الرفض الفلسطيني وبعض الدول العربية أيضا التي تحدث معها الرئيس ترامب لثنيه عن هذا القرار إلا أنه أصر على اتخاذ هذا القرار يعني هذا القرار من زاويتنا كفلسطينيين هو أولا خرق للقانون الدولي وللقرارات الأمم المتحدة المتعاقبة والتي تعتبر القدس جزء من الأراضي المحتلة في العام 67 وهي بالتالي أراضي محتلة وتابعة للشعب الفلسطيني أيضا قضية القدس ليست قضية بالبسيطة لما يتعلق بموضوع حل الدولتين والمفاوضات الحل النهائي لسيما وأن القدس هي أحد أهم النقاط على موضوع الحل النهائي وبالخطوة الأمريكية تلقائيا هو يشطب موضوع الحل النهائي ويشطب موضوع أصلا المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي فهذا يعني استباق للأحداث وإنحياز كامل والنقطة الثالثة والأخيرة أن الأمريكيين بهذه الحالة أصبحوا غير نزيهين كوسطاء فيما يتعلق بعملية السلام أو إعادة عملية السلام ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين لكونهم قد أخذوا موقفا واضحا جدا من قضية من قضايا الحل النهائي وحسبوها لصالح الجانب الإسرائيلي وبالتالي لم يعد الجانب الأمريكي وسيطا نزيها ولذلك أعلنت القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير بأن الأمريكان لن يكونوا من الآن فصاعدا لاعبا في موضوع المفاوضات ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين وهم غير قادرين على أن يكونوا بمثل هذا الموقف نعم دكتور سعد ما هي ردة الفعل المتوقعة من فلسطين ومن جامعة الدول العربية تجاه هذا القرار وهل سيتم تصعيد القرار الدوليا؟ نعم بالتأكيد على الصعيد الفلسطيني بعد الخطاب بالأمس الأمس معظم المدن الفلسطينية في الضفة الغربية كان هناك مظاهرات واليوم تشهد الضفة الغربية إضرابا شاملا وعاما في كل مكافة مناحي الحياة وسيكون هناك مع الساعة الثانية عشر ظهرا اليوم أيضا تجمعات وتظاهرات وغدا سيكون إعلانه عن يوم غضب بعد صلاة الظهر وبالتأكيد سيكون هناك الاشتباك متصاعد في نقاط التماس مع الاحتلال الإسرائيلي أما على صعيد الدول العربية وصعيد الاجتماع جامعة الدول العربية فنحن نأمل أن يكون هناك قرارات حاسمة من قبل جامعة الدول العربية وليست قرارات فقط تكتفي بالشجب والاستنكار وإلى آخره كما تعودنا حتى فترة آخرة بإمكان جامعة الدول العربية أن تأخذ خطوات باتجاه موضوع المقاطعة ومقاطعة حتى بعض القضايا ضد أمريكا وأيضا ضد إسرائيل وبالتالي ممكن أن يكون هناك قرار أفضل من ما تعودنا عليه في جامعة الدول العربية وثالثا على الصعيد الدولي بالتأكيد القضية الفلسطينية والجانب الفلسطيني طلب منه ومن الأخوة الأشقاء أيضا للتوجه إلى مجلس الأمن وطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن لكون القرار الأمريكي هو خرق لقرارات مجلس الأمن وهناك شكوى ستقدم ضد الولايات المتحدة أولا لكونها ضد الفلسطينيين وتانيا لخرقهم القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن وهناك من الواضح جدا أن القرار الأمريكي قرارا منفردا كل دول العالم على الإطلاق هي لا تعترف بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل وتقول أن القدس هي مدينة محتلة وهي عاصمة للفلسطينيين لذلك لا نرى أن الموقف الدولي أيضا قد يكون داعما وقد يؤدي إلى بعض النتائج نأمل ذلك أن يتراجع الأمريكي عن قرارهم نعم كنت معنا أستاذ العلوم السياسية الدكتور ساعد نيمون شكرا لك ترجمة نانسي قنقر